مستثناء هذه الانتخابات أنا أعتقد أن هذه الانتخابات استثناء دكتور لسبب بسيط جدا أنا أقصد مستثناء قصد بالتوافق السني بعد الانتخابات دائما نحن نقتل قبل الانتخابات وبعد الانتخابات أنا راح أقول لك أن هذه استثناء شلون أنت الأباء المؤسسين للعملية السياسية حضرتك من ضمنهم عندكم فد تصور فد قالب معين للاتفاق والاختلاف ينطلق من هنا وينتهي بهنا وأعتقد أنه تأسس وضع القادة المؤسسين الأباء المؤسسين على هذا النمط تجيك روحية شابة جديدة مثل السيد محمد الحلبوسي يفكر بطريقة ثانية تماما يفكر بتكتيك سريع يفكر بعدم الجلوس على طاولة ووضع الاعتبارات لأربع سنوات مقبلة ومن ثم يفكر بحركية بتكتيك أكبر أوسع بشكل عام أكو روحية شابة دخلت للعملية السياسية تريد أن تلغي جميع الثوابت اللي وضعها لآباء المؤسسين أحنا أولا ما لمسنا هذا شيء لأنه جماعة الشباب بتدخلها بالعملية السياسية لا يعرفون تشكهم كل شما سوهم لهم سوين هاي لان يعني يفرضون نفسهم غير أحنا نصفق لهم تقولي أولادنا ذون من أسعاني ابني من ياخد دكتوراه أكيف لما كيف زين أحنا حرصنا من منذ اليوم الأول للآباء المؤسسين قد أقول لك العام وشون صارت هاي التجمع مع الآباء المؤسسين بناء على طلب السيدة محمد الحلبوسي الفكرة مننا نطلقت قال أول ما صار الرئيس قال عمي أريد قضية مكونة أنا شوية بعضية شبيرة علي تلماشي فاقترحت أن يشكل خلية ملأ اللي هي تشمل الرؤساء السابقين ويلتحق بيهم أي رئيس جديد يجي وهذه تبقى ثابتة هذا عبارة خلية سنو سمتوها خلية ملأ ملأ يعني يا أيها الملأ فتوني فيهم بمعنى أنه سون طلقاتك إسلامية دائما يا أخي يا أخي أنا يعني وأنت شون موسلامي أنا أنا لا مو كل شيء ليش يعني ما صلي أنا مسلم بس لست إسلامي خلاص مسلم لا أنت من الإسلام السياسي خلاص أنا ما عندي حزب حتى تقول الإسلامي أنا مسلم وأحترم طبعا هذا هو المطلوب أما هاي الأحزاب الأخرى ما علينا بالمسميات إذن فشكلنا هاي اللجنة وكان هو يعني واتفقنا أنه ويأتي جديد رئيس برلمان جديد هم يلتحق زين مو هذه واجبها أن تخطط للمكون وكيفية العلاقة مع المكونات الأخرى حتى تكون يعني علاقة هادئة وناضجة وتفكر في الحل في المشاكل التي تعترض أي رئيس يجي جديد فيما يخص علاقتها بالمكونات الأخرى فيما يخص موقفة من العراق فيما يخص موقفة من الكيانات الأخرى لكننا لا نتدخل في الكيانات فهذا عبارة عن خبرة أو عن هيئة استشارية لكل رئيسيتي إضافة إلى خبراء آخرين شكلتوها الخليط وشنو اللي صار موجودة هي اللي ساهمت في حل مشكل مال الرئاسة اللي صار والسيد الحلبوسي يتواصلوا إياها ومنسجن معاها يعني أحنا هي موت هي مو مؤسسة رسمية أفا أفا هو عندما عندما تحدث مشكلة نتدعى نحن عندنا قروب نتدعى نقعد بياناتنا هاي شون مشكلة هذا يقول أحل هيتش هذا يقول أحل هيتش أهل الحل والعقد يسموه مزين أهل الخبرة أو المعرفة وينطونا تصور للحل يبقى الرئيس اللي هو يعتبر بالنسبة لنا صحيح هو رئيس مجلس نوار بس بالنسبة لنا يعتبر السلطة التنفيذية لللجنة هو اللي ينفذ ما نتفق عليه احتمال ما يقتنع أو ما يقدر ينفذ أحنا مجرد رئيس الشعري كم مرة اقتنع رئيس الشعري وكنا حريصين على إنجاح فإذا أحنا الآباء المؤسسين حريصين على إنجاح أي شاب جديد ما عندنا مشكلة ليه هم موليدنا وهم دولا من جو أنتو تحبون الشاب اللي يؤمن بأفكاركم وبطريقكم ما عندنا أفكار محددة أحنا أبدا على الأقل ما طرحنا أي فكر محددة ما يخالف على الأقل الطريقة اللي أنتم مؤمنين بها وأنتم فاهميها غلط أنتم فاهميها غلط أحنا ما عندنا أفكار محددة أحنا عندنا خبرة في العملية السياسية عرفك وتعرفني وعرف فلان وعرف كذا والدول إلى آخر منصير مشكلة اقعدوني شي أخوه ما نقعد المكوم كله غير النخب طبعا إضافة للنخب الأخرى البرلمانية والوزارية أحنا بالنسبة لنا راح ننطي رأي لكن النخب المنفذة جوز ما تقتنع جوز عندها رأي أضبط من رأينا مو بعيد فأحنا نساهم في إنباج رأي لحل مشكل معين ما يكون مشكل منقوط ما عندنا يعني ما عندنا سياق أيديولوجي أو فكري أو برنامج محدد من التزمين بس من آني شابج هو يشوف إحنا مخبوطين صالح المطلق محمول المشتداني دكتور أنا أنت تعرف أيضا